استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران وخلالها اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران مشيدا معاليه بالإدارة المتميزة لسموه ومتابعته المستمرة لكل مراحل معرض البحرين الدولي للطيران 2022 حتى وصل إلى النجاح الكبير والمتميز في نسخته السادسة مؤكدا معاليه أن معرض البحرين الدولي للطيران يجسد الران ثاقبا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وإحظى بالدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه ثمن سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ما تتمتع به قوة دفاع البحرين من قدرات وكفاءات وطنية أسهمت في نجاح معرض البحرين الدولي للطيران 2022 حضر اللقاء لواء ركن طيار محمد بحسين لمسلم قائد قاعدة الصخيرة الجوية اشتركوا في القناة